موسيقى سانتي بالميدان فيه ناس منهم مسيحية ومنهم قوات لبنانية بيانت مارونية أكتر من المؤرنة بدنا نحري خلاص طفح الكاد غادة أيوب أهلا وسهلا فيك في بودكاست على الجديد شكرا لك على استضافتك يعني جيتيني بلون الكعكي كأنه بعدك مؤثرة شوي بالزيتة من قديس الشهداء هلا بس من قديس الشهداء مؤثرة ولا كل حياتي مؤثرة هلا هو حياتك أكيد بس قبل الانتخابات كنت غادة أيوبشي وبعد الانتخابات صرت صاحبة الجماهيرية والنجومية ما بعتقد أنه غادة أيوب اللي هي صارت صاحبة النجومية نحن اليوم مجرد ممثلين عن الشعب لاختار خط القوات اللبنانية فبعتقد أنه جمهور القوات اللبنانية هو اللي عم بيزيد يوم عن يوم لأنه الخط السيادة اللي بتمثله القوات اللبنانية عم بيثبت أنه هو الخط اللي منقدر كلنا سواء كالبنانيين روحتها نبني دولة سواء مع بعض بس مين اختار القوات؟ أنت اخترت القوات أو القوات اخترتك لحتى توصل للمطرح اللي أنت فيه هلا؟ هلا أنا مختارة القوات وخطة من وقت ما أنا كنت مبلشي قوعة على الحياة الاجتماعية والشأن العام لكن تأخروا تكتشفوك لكن فعلياً بي هيدا الانتخابات صار فيه تعارف أكتر وبلشت عملية التعاونة حتى نكون سواء ونخد سواء المعركة الانتخابات أمتى أول مرة قعدت فيها مع الدكتور جاجة؟ قبل ما يعلنوا ترشيحي يعني قبل فترة عيد الميلاد بالألفين وواحد وعشرين ومين عرفكم على بعض؟ مين كانت الوساطة يعني بين غدا أيوب ومعراب؟ ننسق منطقة جزين ومسؤول المكان الانتخابي لمنطقة جزين شو بتتذكري أول مرة؟ شو قالك دكتور جاجة بوقتها؟ وقتها طلعت لعنده بصراحة هي هيك بلشت بطريقة كثير سلسي يمكن بأنه أنا طلبوا مني أن يجتمعوا فيه اجتمعت فيهم بالبيت أول شي نسق منطقة جزين ومسؤول المكان الانتخابي كانوا جايين بس تحتى يتعرفوا علي بما أني ناشطة بصيدة وعنده اهتمامات وموجودة على الأرض كل الوقت فمن بعد هيد الزيارة اللي هي أصلا جايين تحتى نكون عم نحكي بغير ملف كانت خطامة أنه هل عندك؟ أه ما كانت مقصودة جلسة انتخابية أبدا فإنه هل عندك أي طموح لأنه تكوني بالمجلس النيابي وتتكوني عم تشتغلي من الندوة البرلمانية فأنا ما كان هدفي يعني ولا مرة اشتغلت حتى أوصل لكن مني بعيدة عن الجو يعني بحكم اختصاصي والتعليم بالجامعة والمواضيع اللي أنا ابتبعها وبحكم متبعتي لهالموضوع فقريبة من الأجواء قلت لهم أنه أنا مني كنت عم بشتغل لهيدا الموضوع بس مني بعيدة ما في يومين بيجي اتصال أنه حابب دكتور سامير جاجع يتعرف عليهكي وهيدي كانت أول مرة بطلع على معرب فكانت الطريق طويلة لأنه كنت عم فكر أنه وين بدت تصير القصة وشو رايحة أعمل وشو كانت لهيكي كان اللكاء ساعة وكان كتير حلو صريح وشفاف وواضح مثل ما تعرفت عليه بهيدا اللكاء بإزاية الانطباع لليوم اللي هو متفهم بيسمع للآخر بيحاور عنده تواضع كتير حلو وعنده هيكي بتشوف بعض نظرة كتير بعيدة يعني هو اللي شايفه أنه أنا بقدر أعمله وحققه بهيدا المسيرة يمكن أنا ما كنت مكتشفته بحالي يعني ما كنت متوقع أنه أنت بتعمل اللي عملتيه أو أقله هيدا التأثير اللي تركتيه عند القوتيين أنه أنت اليوم غادة أيوب اللي ما معهم بطاقة حزبية مؤثرة أكتر من النواب معهم بطاقات حزبية هلأ ما في شك أنا ما بحب بس عم مستوى جزين عم مستورة العام القويتك ولا مرة بعمل مقارنة لأنه بكون عم بظلم حالي وبظلم النواب اللي حدي لأنه اليوم بالسياسي كونك أنك أنت امرأة بالسياسي وبتحكي السياسي وعندك وضوح لطبيعة الحدي كوني مؤثر أكتر من الرجل أكيد بده يكون عندي حضوري غير ومميز عن باقي الرجال لكن فعليا بالقوات اللبنانية ما في هيدا التمييز بين أمرأة ورجل يعني بالنسبة للحكيم ولا مرة بيتعاطى معي غير عما بيتعاطى مع باقي النواب يعني لا كلنا بالتكتل وقتها بنقعد كل الاجتماع كلنا سوى عنا زيت الحرية زيت الوقت أنه نقدر نحكي نعرض أفكارنا نستملم ملفات نعطي رأينا فهون بتحس حالك أنه قيمتك هي بإنت شو قادر تعطي لمجتمعك ولناسك وللقوات وللبنان هيدا اللي أنا يمكن ما كنت عارفة أنه عنده رسالة لازم وصلها والقوات اللبنانية فتحت لي هيدا البيب لأنه اليوم أني أنا كون خلقاني وربياني وعايشي بصيدة لحد ديتي اليوم بذات الوقت كانوا فوس أنا من جزين فهيدا المنطقة كنت كل الوقت حس بوجع بأنه ما في حدا بيحكي صوتنا ما في حدا بيوصل فعليا نحنا شو عم نحس عطول كان الجنوب هون عم تحكي فعليا شو عم نحس كمسيحيين أصديق أو كمعارضة لا لا كناس مقامنين بفكرة الدولة كناس كلبنانيين من كل الطوايف مقامنين بأنه نحنا جزء أساسي كجنوب من الدولة ونحنا صوتنا سيادي ما أنه نحنا مع أنه يكون في سلاح غير الجيش اللبناني نحنا ما أنه مع أنه يكون فيه قرار واحد لجنوب هو بياخده على الحرب هو بيرجعك برات الحلب هو بيعمل مفاوضات باسمك بدون ما يرجع لا لا دولتك ولا لا غيره وإذا بديو يطلع صوتي عارض بديو يتهم بالعمالة وبالصهيونية وبغيره وهيدي كانت كل الوقت عندنا إياها بتحس أنه ليه بديو يكون الجنوب لون واحد ليه بديو يكون الجنوب مثل مكتوب معطاق سك باسم فريق معين أو حزب معين بحق إلا نحنا موجودين يعني خلقنا وربينا وبيتنا وقردنا يعني اليوم غدا أيوب القوتية المسيحية السيادية مثل ما بتسمي حالك مين سلب منك هيدا الحق؟ اليوم التمثيل للنياب اللي كان عم بيكون بمنطقة الجنوب هو إذا عم نرجع ما نرجع كتير يعني بالفترة لكل السبب من 15 سنة إلى اليوم طيار وطني حر اللي هو عامل تفاهم مع حزب الله دونك بعدنا تحت إطار حزب الله شو هو اللي بقرر السياسي بيمشوا معه ما بيعرضوا ما بيقدروا يطالبوا على القليلة بأنه يكون عم يرجع هو على كنف الدولة إنما هن راحوا لعنده سلموا الدولة والجمهورية وتحت توصلنا للإنهيار كان كمان النواب البيئيين اللي هن عم بيكونوا بخط بيتماها كمان مع السنائة كمان ما كانوا عم بيوصلوا هيدا الصوت فإذا كان صوتنا مغيب صوت كل شخص بده الدولة تحميه بده القانون يتطبق على الكل بده يحس إنه اليوم حقوقه عم تصلوا مش تحتى يدق باب بزعيم ولا إنه عطول بده يكون بده رضى الناس تا يقدر يعبر بعدين كنت عطول كنت وقتها ترشحت اسمع إنه الحكي اللي عم تحكيه ما فيك تحكيه من الجنوب هذا الحكي بتحكيه بالمتن وبكسروان وبجبال وبغيرة وكأنه إنه الجنوب في إلو هيكي دوابط في إلو خارج عن الدولة خارج عن الخطاب السياسي اللي موجود واليوم أنا صوتي عم بيوجع بمطرح لأنه كان خطاب الألف واربعمائة سنة اللي حكيتي فيها لو حكيتيه من منطقة جنوبية يمكن كان عمل ارتدادات بعد أكبر بكتير لأنه فهم بطريقة مسيحية بير أبداً تعرف اكتشفت بهيداً ومن حدا روم كاتوليك يعني مش من حدا مارون يعني بيانت مارونية أكتر من الموارنة إيه بس تعرف ما إلا علاقة يعني أنا بتأسف إنه هيدا الموضوع فتح لي عينيه على قد أيامات في أمور بالسياسي حقهم إنهم ياخدوا ويشتزقوا الكلام تاستعملوا بالمعركة السياسية واللي هي اليوم بلش بصيدة كانت بكير بزيارة جبران باسيل للجماعة الإسلامية واللي كانوا بدون يمكن يكون عندهم أي ممسك تحتى يقدروا يحركوا الشارع السني ضد مرشحة ونائب عن الجنوب وعن دارة صيدة وجزين عملوا هيدا اللعبة لكن أنا هوني بتأسف إنه اليوم مضمون الخطاب وطريقة تسويقه كان للخطاب هو خطاب يعني بكل وجدين الكنيسة المارونية والمقاومة اللبنانية والقوات اللبنانية يعني إذا بترجع عكل الخطابات عطول مسكور من بعد ما أنا حكيته رجع طلع البترك الراعي على الشوف كان عنده افتتاح ورجع ذكر إنه أول كرسي باتورياركي هو كان بالألف مننا يعني بال686 من 1400 سنة تقريبا واللي هي بلشت هونيك الكنيسة المارونية اليوم في كتير ناس طلع هوني قلت له نصار بدي من الكنيسة المارونية لازم يعمدون كلمورني عن جديد يعني لأنه الفكرة إنه الناس في حتى كان فيه ناس يعني وصلت هيك بس قدي طيبين الناس بمطرح إنه شو الفرق بين مار مارون ومار يوحنى مارون فيه ناس منا عارفة حتى إنه فيه فرق بين الاتنين فيه فرق بين مين أسس الكنيسة المارونية ووقتها منحكي عن تأسيس التاريخ الكنيسة المارونية يكون عم نحكي عن الكنيسة اللي هي قوامت كل الظلم والاضطهاد من كل لون ومن كل عرق دونك بهذه الذكرة اللي كانت ذكرة خروج دكتور ساميال جعجع من المعتقال ما فيك بوجدينك إنك غير ما تحكي لأنه هو نظلم وهو كان في وصاية سورية وهو الوحيد اللي دفع تمن مبيده ونضاله فما فيك ما تستذكر الحركة والأساس اللي كان ورا إنه نقدر نكون عم نعلي صوت بأيام النظام السوري غير ما تحكي عن البتركسفير بس ما كنت أسطية بهذه اللحظة أنك تحكي هيدا الخطاب المسيحي لأنه ولا مرة غادة أيوب حكي مسيحيا يعني إذا منرجع بالمواقف قبل ما كنت تحكي خطاب مسيحي مثل هيدا اللي حكي تبيت وإجاب جونة بوقتها بتعرف لي لأنه أنا عندي الأناعة إنه اليوم بالسياسة والمشكلة اللي عندنا إيه بيه لبنان هو منه طائفي يعني منه موضوع مسيحية ومسلمين وبيغلط اللي بيفكر إنه هو موضوع طائفي اليوم مثلي أنا مثل كتير ناس بجنوب شيعة وسنة ودروز بيحكوا زيت الحكي بس الفرق بيجوا كتير ناس بيقولولي ومبارح سيقبت كمانا في ناس قالولي إنه أنت بتحكي صوتنا نحن منا قادرين نوصل الصوت نحن مبسوطين فيك إنك عم تحكيه فاليوم منه الخطاب لازم يكون مسيحي ولا هيدا الخطاب بده يكون مسلم إنما هو خطاب لبناني وطني هلا بهيدي اللي كنا فيها بيه ذكرى خروج دكتور سامير جعجع من المعتقال بيه إنه بدأ نستذكر تاريخ البطارك الموارن اللي كان إلهم فضل بتاريخ لبنان بكيف قاوموا الظلم والإضطهاد ومن وين ما كان هيدا الظلم والإضطهاد هون كانت الخطاب بس ما في يكون إنه يتحرف لدرجة إنه وصل صارعا بمس بسوابة وطنية ما عندي إيها لا بمبادئة ولا بتربيتي ولا بوجودة وكتير يعني بعتقد إنه يعني ما بتزبط وما بتشبه لصورتي وقال لها ما كنت بعدنا لليوم عايشة بصيدة بعدنا من الكتير قليل اللي هي بنيتنا موجودة بصيدة عايشين فيها أولادي بالنسبة لقلهم يعني صيدة هي ما فيه قول ضيعتهم بس مدينتهم وبيتهم الأول موطنون يعني دونك هيدا هيدا الشعور ما فيك أنت فجأة إنه يكون الواحد يعني أنا درست بصيدة بالمدرسة تعلمت بالجامعة بصيدة كل حياتي هي بصيدة كنت رئيسة نيدي الروتاري صيدة بعدين بعدنا نيبة رئيس جمعية ماراتون صيدة كل شغلة هو بصيدة فما فيك تكون أنت هيك وعم تحكي عكس وجودك في كتار بلوموكي عقصة الروتاري إنه بيربطوا الروتاري بالمصونية العالمية وبيصيروا يركبوا أجاندات على غادة أيوب هيدا لازم تتوضح لمرة واحدة وكفة يعني إنه شو يعني إنه تكون غادة أيوب مربوطة أو غير مربوطة بالمصونية يعني ما بعرف إنه فجأة بكون المدافعة الشرسة عن الكنيسة المارونية مثلا ترجع بتصير المصونية إنه بدي أرجع كون بصورة مصونية إنه ما بيركبوا مع بعضهم فكرة نواد الروتاري بلبنان اللي هي أنت اليوم بدك تكون عندك حب الخدمة فوق الزات يعني شعار الروتاري بلبنان وبالعالم هو الخدمة فوق الزات وبالتالي بدك تكون عم تجند علاقاتك وخبرتك ومهنيتك تتساعد المجتمع اللي أنت عايش فيه يعني دورك بالروتاري مهد للنيابة بالقوات؟ أو ما إلا علاقة؟ ما إلا علاقة هي أكتر شبكة العلاقات والوجود اللي أنا يعني خلقته والعلاقة مع كل السياسيين اللي من صيدة وبيه منطقة جزين وبيه كمانة بالزهراني هي بلشت من قبل لأنه أنا حدا ناشط موجود اجتماعي علاقات زوجي علاقات أهلي فكل هايدي البيئة اللي أنا فيها هي بيئة يعني موجودة بالشأن العام كان بدي أحكي عن موضوع لأنه أنت أخدتيني على الروتاري في موضوع المسيحيين اللي كنت عم تحكي فيه في كتار مسيحيين اليوم إن كان بصيدة وإن كان بجزين أنا ما حكيت عن المسيحيين أنت سألت أنا سألتك وأنت رحتي فيه بعيد يعني في كتار مسيحيين اليوم بصيدة وبجزين بيعتبروا حالهم معزولين إذا بدك عن كل شي عن الجنوب كجنوب وبيعتبروا إنه نحنا هيك مش قدرين نكف هيك مش قدرين نكف هيك بحياتنا وسمعنا الدكتور جعجع بإدس الشهداء عم يحكي عن إعادة النظر بالتركيبة لتاني مرة كمان هيك مرتين أول مرة حكي من أشهر وهلأ تاني مرة كغدا أيوب عنديك تصور معين أو من يقشين شي بالقوات أي فيجن معين للبنان المستقبل أي دستور لازم يحكم لبنان أي نظام ممكن إنه يأمن هيدا التلاحم بين التواف اللبنانية هلأ أول شيء من سؤالك منه مظبوط إنه المسيحيين بمنطقة صيدة وجزين أو بالجنوب حسين حالهم إنه هنه مثل يعني فريق صغير أو بعزلة مش مظبوط وهيدا الشعور إذا حدا عم ينقله أنا بعتقر إنه خطر لأنه ساعتا في حدا عم بيعزلهم لكن أنا بعتبر إنه الكين مسيحيين ولا غيرهم هنه من النسيج الأساسي لجنوب وبالتالي بس هيدا الشريحة اللي عم نحكي عنه لمثلة حزب الله بسي قاتل عند الحدود الجنوبية ما هون اللي بدي إلك يا ما أنت بلاشت قبل ما أنا أسألك بدي لأنه في شريحة ما بتمثلها بس مش معناتها إنه بعزلة مين قالك إنه اليوم مش حزب الله هو اللي بعزلة غريب يعني إنه اليوم من هو خارج الدولة وخاطف الدولة واللي عم ياخد حرب عم ياخد كل اللبنانيين مش بقى تلجعوبيين بس كيف بعزلة وهو قابد على القرار استراتيجي وهو قرار الحرب والسلم وهو بقرر عن الحكومة يعني هو حكم البلد فعليا بس هو شو طالب منك طالب من اللبنانيين إنه يكونوا كلهم سوا عم يسندوه ويعطوا الحق بهيد الحرب المساندة الأخيرة وما عم بيقدر يوصل ليكون في عنده إجماع وطني بإنه مظبوط إنه خاد هذه المعركة واللي هي أثبتت بعد 11 شهر إنه قدر يعمل أي إنجاز أو إنه يوفر على لبنان أي انهيار أو أي أزمة أو أي حرب يعني برأيك مقاومة حزب الله بحاجة للمسيحيين مش المسيحيين بحاجة لمقاومة حزب الله بدنا نفرق يعني أنا اليوم بدي فرق بين المقاومة وبين اللي كانت قبل الألفين وبين ما عم بيقوم في حزب الله من بعد الألفين لليوم في فرق كتير كبير لأنه خاصة هلأ بهيدي حرب المساندة لأول مرة حزب الله بيحرب المساندة هو سلاحه أصبح هجومة يعني هو من أعلن الحرب من دون ما يكون في عنا أي اعتداء مباشر بهيدا الوقت عطول عم بيكون وقتا منحكي هيك بيطلعوا بيقولوا لك إنه نحنا عنا أراضي محتلة وعنا غيرهم مظبوط نحنا بعض أراضينا محتلة لكن هاي المرة نهار اللي هو قرر يكون عم بيساند حماس بغزة وعم بيساند القضية الفلسطينية بالطريقة اللي هو خاض فيها هو قرر أنه يفود بحرب منا عارف نتيجته ولا أبعادها ولا قيمتها بتنتهي والدليل أنه 11 شهر نحنا لليوم ما فيه أي يعني إنجاز قادر يطلع يحكي فيه بالعكس يعني اكتشفنا اخترق أمن إسرائيل وهو أحدث ضربات مباشرة وكل يوم عم يكون فيه كذا كذا ضربة على إسرائيل كمان يعني ما فينا نتنكر لهيدا الشي عطول عم بيكون الخطاب إنه نحنا شو عم تدفع إسرائيل بس ولا مرة عم بيكون لبنان شو عم ندفع وشو عم نتحمل اليوم حدا حاسس بأهل الجنوب أنا عن جد بدي أسألك نحنا على بواب مدارس بعد لليوم فيه أكتر من مئة ألف نازح فيه ناس بيقولوا 300 ألف نازح خليني روح على الرقم أنا الوسطة 150 ألف نازح ما فيهن يرجعوا عبيوتن لأنه بيوتن مدمرة فيه 6-7 دي عم مدمرة على الآخر المنطقة كلها مشلولة اقتصاديا هلأ شوي اتنفست صور وبحر صور والأتلات ما عم بيحكيك جزين وصيدة لأنه كمانا طب هايدي المنطقة كلها مدمرة مين مرجعيتها كل هايدي المنطقة يعني إذا بدأ تصرخ لمن بتصرخ هايدي اللي عم بقلك فإذا اليوم كل هايدي الوجع اللي عنا بجنوب من خسائر غير مباشرة هي 2-3 مليار دولار من إعادة أعمار لجنوب بده بـ 6-7 مليار دولار من شهر قابل اللي ضرب كل السياحة بلبنان ولحيد نتأثر فيه بموازنتنا لأنه لحيكونوا الإرادات اللي كاننا مفاكرين لحيفوتوا بشهر قاب نضربوا كله ونصوا نحنا وناطرين الرد والرد على الرد كل هايدي طولوا بيلكون شوي بتجي مبادرة قطرية وأبواب الهجرة بتجي هبة إيرانية مثلا بترجع تعمل نوع من ازدهار بالمناطق فوق ترجع بتعمل إعادة أعمار انت بنظرك أنه 550 شهيد هيدول الأموال وإعادة الأعمار هيدول وأكتر عم بتزيد كل يوم بعضهم عم يسقطوا هيدول المصاري وإعادة الأعمار وهالتجيش اللي عم بيكون أنه لأ هاي حرب المساندة ضرورية وفردت علينا هي بتردلهم حقهم واعتبارهم انت برأيك أنه اليوم كل شهيد عم يسقط بجنوب لبنان هو منه بحز بقلب كل شخص مننا أنه لو فعليا أنه فينا كان نجنبه هالمصير كرميل شو كرميل أنه نحن نكون الوحيدين بكل الدول العربية وبكل الدول الجوار نحن الوحيدين اللي عم ندفع دم وعم ندفع من اقتصادنا ومن هجرة شبابنا بس تحتى نقول أنه نحن عسكريا نسعدين نروح لأبعد الحدود كرميل إيران ما فيه أي سبب للبنان أنه يقوم بهيد الحرب ما فينا نحكي اليوم عن القضية الفلسطينية غير ما نقول أنه هي قضية حق وهي قضية عدالة وهي قضية إنسانية وبتهز كل دمائر الناس بس هالقضية نحن بالنسبة لقلنا هي قضية حق أكيد لازم نحكي فيها ولازم نكون عم نساعدهم دبلوماسيا نساعدهم إعلاميا نساعدهم بكل ما بنقدر بكل مفاوضاتنا ووجودنا بكل المجتمع الدولي وينما كان على المنصات لكن فعليا ليش بدي خود أنا حرب ما قدر تغير سانتي بالميدان يعني اليوم هل نحن قدرنا نوقف المجازر والإبادة الجماعية بغزة لا هل قدر حزب الله أنه يوقفش اللي عم بيصير بغزة لا بالعكس كملوا وراحوا على الضفة الغربية فإذا حرب المساندة شو قدر تتوصل للشعب الفلسطيني عم بقول أنا شو قدر تتعملوا لهالشعب الفلسطيني لليوم ولا شي موجوع منكوب عم بيتمارس عليه أفزع الجرائم ما قدروا يوقفوا جريمة من هالجرائم ضدوا فإذا اليوم بعمل أنا زيت الشي بشعبي ولا أنا بحسن شعبي بعدين هون أنا بحب وجه هيدا الرسالة أنا وقتا بخوت حرب بكل دول العالم اللي هي حتى أعدائنا واللي هي إسرائيل أكتر عدولة لبنان اليوم بتبني على القليلة مستشفيات ميدانية قبل ما تقوم بحرب بتكون مأمنة الملاجئ بتكون مأمنة التمويل لهون ناس حين يعيشوا بكرامتهم إذا كانوا بمدارس ولا ببيوت وعلى القليلة تأمننهم الأمور الأساسية تتحميهم كل هيدول نحن بلبنان قرر حزب الليلة والتانية يطلع يعمل حرب مساندة باسم إيران ويكونوا شهداء وعم يسقطوا على طريق القدس منو سقلين لا عن الناس اللي عم بتموت منو سقلين عن الناس اللي عم تتهجر منو سقلين كيف بدنا نجيب المساري بس من بيئة معه يعني بيئة حزب الله والبيئة حركة أمل مين قالك مع حزب الله وحركة أمل مع حزب الله وحركة أمل إذا كانوا عم بيكونوا بطريقة دفاعية نهار اللي بيكون في اعتداء عليهم والله حيجي وبوك ويقلولك إنه ما نحنا قوامنا وما في حدا كان وما كانت في دولة حتى تقاوم محلنا بس هني نسوا إنه بال2006 نهار اللي صار في خطف لجنديان وصارت حرب تموز واللي امتدت على 33 يوم لم تنتهي هذه الحرب إلا بإكرار الحكومة مجتمعة وأخذ قرار بتطبيق الألف وسبعمية وواق طيب اليوم إذا انتهت هيد الحال بس ما تقول لك بال2006 من 18 سنة نعمل حرب شنتها يعني بلشت مع حزب الله بعملية الخطف اللي كانت لتحرير أرسرة وكملوا فيها وصلنا لمطرح إنه صار في كبول من حزب الله وكان فيه وبخبرك الرئيس السانيورة كيف إنه كان في إجماع وكله سوا قبله بألف وسبعمية وواحد بس وقفة الحرب بزيت لنهار قرروا يرجعوا كأنه ما في ألف وسبعمية وواحد إنه بالنسبة لأنه خلصة الحرب ماشي الحال إعادة أعمار ومنبلش نرجع نقوي حالنا نفرش السلاح نرجع ناخد كل المناطق نحنا ونجرب نعمل حيثية لقلنا وضربوا بعرض الحائط اللي هو اسمه قرار لألف وسبعمية وواحد طيب خيل بعد 18 سنة يعني بكرة إذا طلع السيد حسن نصر الله وقالك من بعد هيدا حالة الحرب اللي نحنا فيها إنه نعلن انتصار المقاومة على العدو والإسرائيلي هلا هو فيه يطلع ساعة البد ويقول عم ينتصر على قاعدة شو ما صار انتصار يعني أنا بعتبر إنه من بعد ما طلع بآخر خطاب وصاروا محتفلين الشباب ما فهمت على شو احتفل وإذا على أربعين ألف شهيد بفلسطين ولا على شو احتفلنا لحد ديت اليوم ما عرفت إنه وقت طلع وعملنا الاحتفالات ببيروت لكن فعليا أنا بغض النظر إذا بده يطلع يقول احتفل ولا ما احتفل عندي هم وحيد هو إنه اليوم تخيل بعد 18 سنة شو عم بيطالب طالب دولة الرئيس بره بإسم حزب الله تطبيق الألف وسبعمية وواحد شو معناتها بس مع الألف وسبعمية وواحد صارت على القطعة يعني حسب الزارف عم تسي وين اليوم قيمت ناسك إنت لكان إنت كل 15 سنة بتعمل حرب وبتاخد البلد كله رهيني وبتفوت بمعارك إنت مش حاسب بالألف وستة سمعنا لو كنتوا أعلم وبكرة لح نسمع لم أكن أعلم أن هذه الحرب سوف تمتد سنة وسنتين وسلسة وبكرة ساعتها إنت يا لبناني بس مجبور تتحمل لأنه ما حدا بيسألك رأيك لأن حكومتك لليوم بعدها ما أخدت قرار بأنه هي ترجع تاخد زمام الأمور وتقوله لحزب الله لا القرار الرسمي للدولة اللبنانية هو عدم الإنجرار لسياسة المحاور وأنه نحن ما بدنا نكون سياسة السحاد نحن بدنا نحسن حالنا خلينا نحن نعطي إشارات وبوادر ونحد من خسائرنا نروح على انتشار الجيش اللبناني بجنوب اللبنان نستلموا كل الحدود اللبنانية ونوفر على الجنوبيين مزيد من الضمار والقهر والعذاب لأنه اليوم اللي عم بيصير حرام بحق الجنوب حرام بحق لبنان والبقاء عم يدفع حقه وبيروت عم تدفع حقه ليه كرميل شو مع القضية الفلسطينية على الأكيد للآخر بس فعليا أكيد مع القضية الفلسطينية على الأكيد الجمهور القوات ورئاسة حزب القوات اللبنانية بيتعاطفوا مع القضية الفلسطينية بس عم اليوم ما فيه تقييد للقضية الفلسطينية بالعاكس عم تغلط حتى بخطابه بيئة ديس الشهداء دكتور سامير جعجع قالوا بكل يعني إذا بدك فيه تعاطف إنساني مع استقليلية الدولة الفلسطينية بس مش أكتر من هيك وضح لك إيها انتبه نحنا فيه ناس عندهم تعاطف مع القضية الفلسطينية من طابع ديني من منطلق عقائدة نحنا إيماننا بالقضية الفلسطينية هاي وبلشتلك إيها من نتيجة هاي دي قضية حق هاي دي قضية عدل هاي دي قضية حقوق إنسان هاي دولة ناس عم بيستشهدوا تا يسترجعوا أرضهم هاي دولة ناس اللون خمسة وسبعين سنة عم بيطالبوا بأرض لإلن وبدولة لإلن اليوم ما فيك أنت تكون ضدهم بس نحنا أكيد وبتدرجع من كررة نحنا أكيد استعمال السلاح الفلسطيني بالداخل اللبناني نحنا أكيد ضد أنه تنقلب المخيمات الفلسطينية وما يتنظم فيها كيفية استعمال السلاح ويكون منزوعة السلاح نحنا أكيد في فرق عنا بين أنك أنت تكون سيادة يعني أنت عندك بس الجيش اللبناني بيكون السلاح الوحيد الموجود بلبنان ويكون أنت الماسك زمام الأمور مشكل فصيل إن كان فلسطيني ولا جهادي ولا شو ما كان التسميت وبقرر أنه هو يسلب لك قرارك يروح يعمل حرب ويرسل صواريخ من دون أي مرجعية من هون المطالبة للحكومة اليوم قبل بكرة بعد الحكومة قادرة أنها ترجع تاخد زمام الأمور وتطلع تقول تطلع تقول مثل ما هلأ بالعراق أعلنوها مصلحة العراق قبل كل المصالح فإذا شو العيب وشو الغلط إذا أنا طلعت قلت مصلحة لبنان قبل كل اعتبار بس نحنا مع القضية الفلسطينية بالممكن اللي نحنا قادرين نعمله أنت بلد مهدم صار له أربع خمس سنين يعني سرقة العصر صاري الناس موجوعة الهجرة عددها كتير كبير كل هيدولي بتجي بتخط حرب أنت وبيخضوها باسمك والحكومة اللبنانية بعدها لليوم ناطرة إذا بيصير في هدنة ولا ما بيصير في هدنة بركة بنرجع نحنا منرتب الأمور فإذا أنا بعتقد أنه طالما أنا عندي نفس وطالما قادر أوصل صوتي بدي دل وصت هيدا الصوت أنه أدعي حزب الله يرجع للدولة نرجع نحط إيدنا بإيد بعض هلا أنت عم تدعي حزب الله يرجع للدولة بس في كتار من الجمهور القوات بيقول أنه خي إذا بتكون ضلوا حاملين سلاح خلينا نحمل نحنا سلاح كمان تيصير في توازن بين سلاحين بالبلد إذا ما في دولة هلا بدك تاخد عن فوين الشباب ولا بك تاخد الخطاب السياسي للقوات بدي أخد الناس اللي عم بتصوت لكم يعني أنت واصلة من قبل ناس هيدا الخطاب تبع اليوم وصلت لهيدا الحد ما بدنا نعيش معهم والتقسيم وما بيشبهونا ومنسمع كمان شارل جبور صديقنا شو بيقول هلا شارل هو بيفسر على حاله شو بيقصد بس الفكرة هي أنه بتعرف أنه في ناس منهم مسيحية ومنهم قوات لبنانية بالمجتمعات بالسالونات أبعد بكتير صاروا صاروا بمطرح عم يحكوا بتقسيم مش فيدرالي عم يحكوا بتقسيم أكيد وبينك هات الفكاهة حتى عندكم بتكتل في ناس بتحكي بالسالونات بتقول بتقول أنه خلص أنا بنسبة لقلي يعني اليوم كل شي مسموح أنك تحكي فيه نحنا اليوم بالجامعة وقتها منعلم بالقانون الدستوري بتشرح بتعلم كل الطلاب كل الأنظم اللي موجودة ونوع الحكم وبتفسر لهم شو الفرق بين نظام الرئاسي والبرلماني وشو الفرق بين الفدرالية والكونفدرالية واللمركزي كله ده بنشرحهم طب نحنا بنكون هون عم نكون عم نعمل شي مخالف للأنون والدستير لا لأنه هاي ده أنظمة موجودة طب من بعد كلها السنين لكن دكتور سامير جعجع بيخطابه الأخير ما حكى عن تغيير نظام اليوم اللي عم يجي يقوله واللي هو ما تروح وهيدا أمر صحي أنك أنت اليوم تروح على مصارحة نهار اللي تكتشف أنه في عندك بشكل ما عم ينحل بلبنان يعني كل ما بدنا ننتخب رئيس جمهورية بدنا نروح على تعطيل سنتين حتى نوصل لانتخابات اليوم مش بس تعطيل كمان فيه شروط صارت مصبقة يا بتروحوا على الحوار يا ما فيه انتخابات لرئاسة الجمهورية دونك فيه عندنا مشكل أساسي موجود بقلب الدستور اللبناني هون الحاكم عم يجي يقول أنه أنا اليوم عم باعترف أنه فيه عندنا مشكل بتضويق هالدستور خلينا نروح ننتخب رئيس جمهورية ونمشي بالقلية الدستورية اللي بيقول فيها الدستور مننتخب رئيس جمهورية يعني تحت هيك كتير بطريقة سهلة بيدعي دولة رئيس مجلس النواب على جلسة مفتوحة بدورات متتالية هذي سبق وقلتوها مننزل بننتخب رئيس جمهورية واللي بده يطلع يطلع من بعدها هيدا الرئيس الجمهورية بيدعي إلى حوار وطني هالحوار الوطني بيكون حوار جامع على كل المخاوف والهواجس والضمانات اللي لازم تنعطى مع أنه نحن بعضنا مصرين بأنه اليوم اتفاق الطائف هو اللي أنهى الحرب وأنهيها بطريقة بعدكم متمسكين باتفاق الطائف بعدنا متمسكين باتفاق الطائف يعني دستور الطائف بتكون تعدلوا وإذا فدتوا بتعديل تعديل بده يجر تعديل تعديل بده يجر تعديل تعديل بده يجر تعديل بس أنت برأيك أن الطائف تطبق؟ هلا هو ما تطبق بس أنتوا كقوات شو عطيته لحتى تطبق الطائف يعني شو قدمته بعتقد أن 11 سنة بعتقد أن 11 سنة حزب الله عطل لعطيه لحتى يوصل لهم لا بس عم تسأل شيء كتير غلط لأنه اليوم 11 سنة ونص دفع من حق الحكيم وفات على المعتقل بتقلي شو عملتوا أنتوا بالطائف وبعد الطائف 11 سنة وصلت إلى تطبيق الطائف بس بدي أقول لك مين هو اللي ما طبق الطائف هون وصلت لعندي اليوم اللي متمسك بسلاحه هو اللي ما طبق الطائف اليوم اللي هو ما أنه قبلين يطبق إلا مركزية الإدارية الموسعة هو اللي ما عم بيطبق الطائف اليوم اللي معطل انتخابات رئيسة الجمهورية وبدوا يخلق سابقة ويقول أنه نحنا لازم يكون في حوار قبل هو اللي معطل الطائف فإذا الفريق المعطل لكل هالمسار وأحكام الدستور هو اللي ما بده الطائف إذا نحنا طلعنا الليلون بكل سراحة خيأ إذا أنتوا عندكن أي هواجز بهالتطبيق لهيدا الطائف اللي هو الترجم بالدستور اللبناني لمن بعد سنت التسعين فإذا خلينا نحنا ننتخي برئيس جمهورية وفقا للدستور ومن بعدها منروح تحتها نحكي كيف لازم نعدل الدستور طيه يصير يتطبق اتفاق الطائف وإذا لا خلينا نروح نحكي لأنه لا شو معناتها التركيبة يعني إذا في فريق لح يجي يقلك على طاولة الحوار أنا وهو عم بقوله بس يرجع يأكده أنا ما بدي الدولة أنا ما بدي المؤسسات أنا ما بدي أي مفهوم لقيام دولة قوية دولة قانون ودولة مؤسسات إذا هذا بدي يقلك أنا ما بدي الدولة وإنت كفريق سلمت سلاحك وأنهيت الحرب ورحت بكل أناعة بأنه أنا ما بيقدر عيش مع كل شركائي بالوطن إلا تحت سقف القانون بدك تجي تقوله يا خي لا بكين تركني أعمل دولتك وعمول أنت دولتك قدام استعدين دوله عم تقيت له لتطبيق الطائف قده يعني اليوم في حال بكرة رحنا بعد كل هيدا المسار اللي رحنا فيه من سنتين ثلاثة إلى هلأ وصلنا إلى انعدام حلول شو البلان بي اللي ممكن القوات لبنانية تكون عم تبحث فيه الفيدرالية اللامركزية الإدارية الموسعة اللامركزية المالية شو شوابتك أنا قلتلك إنه اليوم كل الأمور مسموحة تصير بس بدا تصير بحوار وطني اليوم ما فيه فريق واحد إن كان قوات لبنانية ولا معارضة ولا ولا غيره ما فيه هو يقرر عن كل اللبنانيين أي نوع نظام بدنا نروح عليه إذا بدون نغيره نظام أي دولة ومفهوم دولة بدنا إياها وشكلها لأنه اليوم إن كانت الفيدرالية بالنهية في عندك قرار وفي عندك توزيع لإله بالنهية هاي دولة موحدة لكن من هون السؤال اللي نحنا عم نجي نقوله هي إنه المسموح الحوار بين الناس وصح إنه يكون في حوار لكن مش على قاعدة يبتجي على الحوار بشروطة وأنا ساعة اللي أنا بقرر بديه بس بكل الأمور الأساسية وستراتيجية ممنوعة تحورني يعني هو اليوم حزب الله إجا قال لك أنا بيخد قرار الحرب والسلم أنت ما لك عليها تجي تسألني ليه أخدته أنا مني ناطرك مني قريك مش أنت بتقرر عني أنا قيمتها بعمل حربي وقيمتها لا وحتى لو كانت هذه الحرب هي استباقية وهي هجومية وليست دفاعية وليست بهدف استرداد أي أرض من أراضي لبنان إنما فقط أنا قررت رغبة بإني دلي الزراع الأول لإيران بالمنطقة حتى تقدر إيران تقعد بالمفاوضات أنا رايح على هذا الأمر هذا الموضوع ما أنه مظبوط ما في حدا يجي يشترط على كل اللبنانيين هو شو بده مثل ما نحنا كمان ما منسمح لحالنا نقرر لحالنا نحنا أي نوع دولة بدنا أو أي نظام ما هو المفاوض اليوم بإسم لبنان هزب الله وحركة أمد هن المفاوضين سيد حسن نصر الله والرئيس بر يعني هيدا الأمر الواقع اليوم أنت برأيك أنه بيقدروا يكونوا مثل ما كان الماروني بالثمانينات مفاوض اليوم الشيعي هو المفاوض في فرق بتعرف هاي المقارنات مانا مظبوطة ومانا صحية يعني حرام اليوم ما فيك تقول الماروني كان مفاوض والشيعي هو المفاوض أول شي أنا برفض أني كون عم بجمل كل الشيعة وأعطيهم كلهم غطاء حزب الله وحركة أمل تاني شي في فرق بين حزب الله وحركة أمل أدابي رأيك في نسبة شيعة تعارض حزب الله وحركة أمل أنا مني مع يعني ما بسمح لحالي أعطي أرقام بس على قليلة عندنا آخر أحصاء بقصة مين بدوا الحرب ومين ما بدوا الحرب بآخر أحصاء قالوا بأنه تسعة من أصل عشرة ما بدوا الحرب تسعين بالمئة من الطائف الشعية ما بدوا الحرب مش عم نحكي طائف الشعية من كل اللبنانيين تسعة كل تسعة أشخاص من عشرة ما بدوا الحرب اليوم هيدا المعادلة هي بتلخص لك قديش فيه أصوات هي مقامنة بطرح حزب الله وبطريقة مقربته للأمور فإذا من هون بدنا ننتبه أنه ما فينا نقول الماروني كان يفاوض الماروني سيئبت أنه كان رئيس جمهورية اليوم ما النو الشيع اللي عم بفاوض هيدا اللي عم بجرب إلا كيه اليوم في مصالح إيرانية بيعبر عنا حزب الله عم بفاوض بإسمه بمطرح معين حزب الله بس كمان دولة الرئيس بري بدنا نشوف اليوم أنه بما وقعوا عم يجوا لعنده ويزوروه لأنه رئيس مجلس نواب وبعدها هيدا المؤسسة الأمة الوحيدة اللي هي عندها الشرعية التمثلية لأنه الحكومة مستقيلة بالنهاية ومستقيلة على كل حال بحبوك بعين التين يعني بحبو يستضفوك الرئيس بري عنده هيك نظرة خاصة لإلك والله ما حدا خبرني الخبرية أنا عم خبرك الهيئة عندك معلومات عنده نظرة خاصة لإلك يعني اللي بيعرف بيعرف أنه بميز غادة أيوب عن باقي النواب ما بعتقد بعتقد أنا أنه عطول نهار اللي أنت يعني محترم وبتحترم الآخرين نهار اللي أنت ماسك ملف وبتنادي فيه نهار اللي عندك مبادئ وقيم وأخلاق بالتعاطي ما بعتقد غير أنك أنت بتلاقي بالمقابل الأخلاق والتعاطي عصيرة الملف وهم دوت الرئيس بري لأنك فتحت هذا الموضوع ما بيتطاول على حدا وخصوصا أنا بمجلس النواب ما تعرضت ولا نهار لا من زملائي بالمعارضة ولا من الآخرين لأي إساءة إنما في كل الاحترام بعتقد أنه هون بدنا نفرق بأنه الرأي السياسي فيه يكون مختلف لكن في أمور كتير بتجمعنا وهون أنا بفرق بين حركة أمل وحزب الله اليوم ما شفنا بحركة أمل عندهم أي يعني مشروع غير مشروع لبنان ما عندهم أي تعاطي مثل ما حزب الله مشروعهم واضح وصريح وبأنه بنيدوا بس ما عم تحكي هيك لأنه أخدت أصوات من حركة أمل أنا ما أخدت أصوات بسراحة في كتار بقوله إنه غادة أيوب طلعت بفرق الأصوات طبع حركة أمل أنا لو ما صيدر ولو ما أصوات صيدر لأنه نحنا الديرة هي جزيين وصيدر دونك صوت التفدي اللي بيخدوا من جزيين لكن اللي حب تاخد أصواتها من صيدر فإذا نحنا الانتخابات هاي دي كانت من أصوات اللي هن مؤمنين بخط السيادي من صيدر أنا ما أخدت أصوات من السنائة لأنه أنت بتنسى أنه نحنا في عنا كان المرشح إبراهيم عزار وفي الطيار الوطني الحر لتنيناتهم بيخدوا من خزان السنائة اللي نحنا ما بناخد منه أنا أبدا ما طلعت بس أنا في فرق بين أنه أنا بالنسبة الانتخابات صارت لقالي ورا وما بتعاطى مع الناس من طريقة انتخابية رح ترشحي بالدورة الجاية ليش في انتخابات رح يصير انتخابات من بعد ما يصير فيه رأي جمهورية ترجع الدولة توقف عجراية رح يصير فيه عندك أمل بأنه نحنا رايحين أنا قاعد معك لأنه عندي أمل لو عندي أمل ما بعمل الحلقة كلها يعني حسب ما عام نشوف إذا انتخابات بلدية عم ينزلوا يمددوا كل سنة ورا سنة إذا خايفين هالقد من صوت الناس تقرر بنطاء المحلة مين بدا يمثلها طي حافظوا على استاتيك اللي هني فيه ما بعرف قديش هني عندهم القدرة أنه يروحوا يشوفوا الناس شو بدهم خصوصا من بعد هيد الحرب المساندة لكل الناس يعني ما بعش بدي أقول لك حزينة وممتعدة وقرفانة من أنه لوين وصلنا الناس اللي عم تحكي عنها انبسطت شوية بس سمعت بخبر توقيف رياض سلامة من يومين كيف تعطيت معهم هل برأيك جدة هيدا التوقيف رح يروح ويسلك مساره القضاء إلى الآخر لأنه في مين عم يحكي اليوم عن مؤامرة بين رياض سلامة والقضاء كمان هلا أنا نظرية المؤامرات ما كتير بؤمن فيها بس فعليا أنا حدا بيترقب وبينطر نحن منعتبر أنه اليوم إن كان رياض سلامة ولا غيره العدالة ما لازم تكون مشتزقة وإذا بلشت مع رياض سلامة لازم تكمل على كل شي بكل الملفات يعني اليوم من بعد رياض سلامة مين نمبر تولي لازم يكون مكلبج والعالم عم تنبسط له ليه مكلبج أنا بحب قللك أنه هي من فكرة العالم مبسوطة بحدها مكلبج العالم كل اللي بدي هي نقطة أمل تترجع تجدد ثقتها بالقضاء بأنه في عنا قضاء عادل بيقدر يرجع لك حقك يرجع لك مصرياتك من المصارف ومن الدولة اللي هي سرقتهم عندها سقة تكون أنه اليوم من بعد انفجار المرفق أنه كمان يكون في عدالة عم تتحقق بكل الملفات أنه يكون في عدالة وقضاء وقضاء فإذا اليوم هاي دي أنا بيعتبر أنه الإجراء اللي قام فيه مدى عام التمييز هو عم يرجع شوي صغير يحسس العالم بأنه بعد في دولة بعد في قضاء نحنا وقتها بالجامعة منعلم هيك شو هو مفهوم أنه الدولة شو هنه وظائفة ثلاثة الأساسية منقول عادة هي الإدارة والعدل والأمن فهود ثلاثة الأساسية للأسف نحنا كنا عم نفقدهم إذا رجعت شوي صغير القضاء بلش يكون في عنا قضاء متفلتين من كل الضغوطات السياسية وإديني يطبقوا القانون بطريقة مش يعني هيك بس فولكلورية ما بدي استعمل فولكلورية لأنه وقتها استعملها استعملها نائف زياد حوات للأسف اعتبرت القاضية غادعون أنه هو عم بي يسيق للقضاء هلا مش قادرة تدعي عليك غادعون تخيل كلمة فولكلورية هزت وجدينها بس ولا مرة أنه ما وصلنا للعدل وما وصلنا للأنون عم بتهز دمائر حدا هلا الرئيس بره كمان اللي أنت بتحترميه بيقول الضعيف يلجأ إلى القضاء بتأيديه بهيد العبارة يعني ما فيك تكون عم تسأل استاذة أنون ودكتورة بالأنون وتكون تعتبر أنه الضعيف هو اللي بيلجأ للقضاء يعني لأطك على الشيب تكنية زي فيها أنا بعتقد أنه هو عطول القضاء هو الضماني لحتى نقدر نعيش ببلد كلنا سوى متساويين فيه اليوم نحنا مشكلتنا بلبنان أنه في ناس فوق القانون وفي ناس هنه مستضعفين هنه عم يتعاملوا بطريقة وكأنهم يعني فئة تانية وثالتة بالبلد وقتا بيصيروا كل العالم تحت سقف القانون ما بعتقد ساعتها بيكون عنا مشكل بأنه نعيش وين ما كنا وين ما كنا بلبنان غادة أيوب أنا مبسوط فيك كتير هيدا أول بودكاست بتطلع فيه مزرور ليه قبل ما تلعطي بولا حلقة يعني بعرف فيه كتير زملاء ونحنا بنقعد ونحكي بين بعضنا أنه غادة أيوب خي دعيتها ما بدا تيجي ليه شو السبب ما في أسباب مباشرة ولقلك كمان عزبتك كتير قبل الأعزبتين بس طلوع لأنا نومبر ون بس هي الفكرة أنه اليوم وقتها بتطلع على التليفزيون بيكون في عندك نسبة مشاهدين معينة مباشرة عم يحضروك وبيرجع كمان بيتتابعوا اللي عم ينعرضوا كان فيديوهات صغيرة ولا لا البودكاست تجربة كتير حلوة بس كمان يعني بترجع للمستضيف وبترجع كمان لأديش الناس عند الوقت أنه ترجع أو تكون مهتمة يمكن بالضيف ترجع تحضر كل الساعة ولا الخمسين دقيقة يوم صلنا بعصر السرعة عصر بدون الناس يعرفوا عصر اللي بتطلع فيه حلقة ساعة بيروح ترين دقيقة أو ثلاثين سانية وبيعملوا لك من قصة طويلة من قصة هيك يعني بس قصة أنه الناس مع الخبر السريع مع الفيديو السريع الريل السريع فتجربة حلوة من قصة غلط بس يمكن بهالعجقة الملفات والأمور اللي عم بتصير يمكن كنت مركزة أكتر على أنه على الشغل على قديش بقدر أعطي بين المجلس النواب بين منطقة صيدة وجزين لأنه كمان كله بده تحضير وكله بدك تكون جاهز وعطول حاضر تتقدر تكون على قد المسؤولية صورت مركزة أكتر على حالك رجعت لحالي لا بتعرف حتى على السوشال ميديا صورت أكتر عم تنشري قبل ما رأنا بفترة شوي كنت السوشال ميديا عندك ناشفة شوي هلأ رجعت شهر أب جمالاً كان هيك يعني أقل شغل فيه كان فيه ركود لأنه مجلس النواب كما بقى فيه اجتماعات لجان ولأنه أنا حدا ما بينشر حياته الشخصية وما بيخلطها مع الحياة السياسية والعمل السياسي فمن هون يمكن الصفحة بتكون بتأثر بيقديش في عنا مشاركة بمجلس النواب وخصوصاً أنه أنا يمكن كنت بيين كتير أني موجودة لأنه بلجنة المال والموازنة بلجنة الإدارة والعدل وبعدة ملفات بيكون موجودة أكتر فبيبين ساعتها الفرق بين أنه وقتها بيكون مجلس النواب كل اللي جان عم تجتمع يعني اليوم بلشنا رجعنا جمالاً اجتماعات وبلشنا ضغري بتقديم اكتراح قانون بمعجل مكرر بموضوع الكهرباء كمان اتقدمنا بسؤال للحكومة فرجعنا بالنشاط وبالوثيرة بارح كنا مستقبلين شباب جامعي على مجلس النواب أكتر شي بيجي شباب جامع لعندي كافكرة لا بالعكس بس اليوم يمكن انا اقرب للشباب وهيدي بعتقد انه لانه بحكم اني اكاديمية وبعلم بالجامعة بالنسبة للي هن الأهم يعني انا بالنسبة للي ان كانت النيابة ولا بالجامعة رسالتي هي انه اقدر اعطيهم أمل سبتلهم سيقتلهم بانه في ناس قدرين يكونوا عم يحكوا باسمكن ما عندهم مصلحة غير مصلحة لبنان وما عندهم هدف غير انه عن جد نبني سوا دولة نقدر كلنا نعيش فيها عجبك ستوديو مبروك للكم هيدا اول حلقة ونقاينا انه نفتتحها فيك مرسي لانه عن جد عم تعمل جامهيرية كتير كبيرة وعم تنجح بانه حتى لو اللي بيخيل فيك عم يحترميك بالنتيجة حتى لو بتعرف لعبة السوشال ميديا اللي بتقزي عم تقزي الكل عم تقزي المنيح وعم تقزي العاطل بس بالنتيجة عم تقدر يعني نتيجة منيحة بس انا بتمنى كمان ومبارح حملتها هيك للشباب بانه نجرب نعرف شو الفرق بين انه كون انا ناشط ع السوشال ميديا وخصوصا على اكس وبين انه انا كون بس موجود معلب تحت شيء اسمه جيش الكتروني بهجوم غير مبني على اي يعني وصائق او على وقائع وكون فقط انه عم جرح لو درجة بتوصل تكون فيها قلة اخلاق يكون فيها مس بشخص الانسان ببيته بعيلته بولاده لانه بالنهاية نحن اليوم هيدا رأي سياسي نحن عم نعطيه بس انا ما عندي خلاف مع حدا بالشخصة يعني اليوم لا عندي ملفات او اجاندا ومساق بانه انا جاي من بيئة كتير يعني صغيرة ونظيفة اللي هي من الجامعة اللبنانية ومستشارة قانونية على السياسة لا عندي اجاندات لا لشركاتي ولا مؤسساتي ولا عندي اي اجاندا تانية حتى بمحيطي فإذا من هون والحلو انه بتكتل الجمهورية القوية في تنوى اليوم يعني فيه ثقة كتير حلوة ونهار اللي انت بتكون ماسك ملف ومستعد انك تروح فيه للاخر في كامل الدعم حتى انت تكمل فيه انشاء الله بتروح بالاخر بكل شي بحياتي وانشاء الله بتنجح بكل شي ونروح على الاخر اهلا وسهلا فيك ببودكاست على الجديد مرسي لأهلاكم مرسي على استضافتكم مبروك استوديو شاء الله يكون وجي خير نور نور بوجودك مرسي شكرا للمشاهدة